قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بزيارة إلى المركز الوطني للطب الشرعي بالعاصمة المؤقتة عدن والتابع لوزارة العدل والذي يعد الأول من نوعه في اليمن واطلع دولة رئيس الوزراء ومعه وزير العدل القاضي بدر العارضة على سير العمل في المركز وما يقوم به من مهام في فحص وبحث الكثير من القضايا في شتى المجالات والمضبوطات في الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة واستمعت دكتور أحمد عوض بن مبارك من مدير المركز القاضي محسن باشافعي إلى شرح حول طبيعة العمل والكوادر التي يضمها واحتياجاته من الكوادر خاصة الأطباء الشرعيين لتقوية قدراته ودوره في إحقاق العدالة الجنائية من أجل نصرة المظلومين وإنصاف الضحايا وزار رئيس الوزراء أقسام المركز والتي تضم كل من قسم المختبرات والأشعة السينية وقسم الإنسجة وقسم السموم وقسم الأدلة الجنائية والبصمة وقسم المشرحة وثلاجة الموتى وتعرف على محتوياته من أحدث الأجهزة الخاصة بعلم الأدلة الجنائية وفحص السموم والأعير النارية وفحص البصمات والأجهزة وأجهزة الأشعة والأنسجة والتشريح ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية طب الشرعي باعتباره الحصن العلمي الذي يعتمد عليه أو الذي يعتمد عليه القضاء لتحقيق العدالة والدور المعول على هذا المركز النوعي في تقديم المعلومات الدقيقة لمساعدة الجهات القضائية في الكشف عن الجرائم ومعرفة الحقيقة مؤكداً دعم الحكومة لعمل المركز وتطوير إمكانياته بما في ذلك الاستعانة بخبرات وشراكات دولية لتطوير أداء الطب الشرعي والنهوض به اشتركوا في القناة